يجوز أن أذهب إلى الجامعة مع العلم أنها تبعد حوالي 20 كم من منزلي وهي مختلطة وخاصة كليتي المواصلات مكدسة بالرجال والنساء معا وأيضا عند دخول الجامعة يطلبون مني رفع النقاب عن وجهي وخاصة في أوقات الانتخان هل هذه تعتبر ضرورة؟ وهل يجوز لي أن أعصي أبي وأحلي مع إصرارهم على ذهابي بصجة أنني لا بد أن أخذ شهادة وتكون خلاح في هذا العصر أفي دون مأجوري الذي أرى أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف النقاب عن أن تكشف الغطاء وجهها لأن العدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر الصحيح تدل على وجوب سكل المرأة وجهها ولهذا فإذا أمرت بأن تكشف وجهها وجب عليها أن تمتنع وإذا ألح عليها أهلها أن تعمل هذا العمل وجب عليها أن تقنعهم لأن هذا لا يجوز فإن تبين ذلك لهم وعذروها به فهذا من فضل الله عليها وعليهم وإن لم يتبين لهم أو تبين وأفروا على أن تكشف وجهها فيجب عليها أن لا تفعل وأن لا تكشف وجهها وإن غضب بذلك أهلها ووالدها لأن الله عز وجل يقول ووصلين الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا لوهن وافصاله في عامين أنشكر لي ولولديك إلي المصير وإن جاهدت على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وفاحبهما في الدنيا معروفا فلا يطاع الوالدان في معصية الله فإنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخشوق في معصية الخالق نعم